السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي أمين حياك الله رمضان سعيد عواشا مبروكا سي أمين هذا الشيء الذي تقول هذا الذي قال السيد نحن في التيران وعندنا تجربة كما نقول لنا أكثر من عشر سنين في هذا الشيء وهذا المحل الذي ترى في هذا المكان في الأولى لم يتسقى وكان مهمل وكان تسقى فيها هذا القضية في الوقت الوراق كلهم يطيحون ويطيحون هذا يبقى غير العود والنوراق نحن مضيفين الخدمة نحن ترى كيفية الخدمة على حقا وطريقا المامسيان عندي واحد لأكزم نحن نتقسم وهذا الشجرة التي ترى قدامكم هذه الشجرة زرعناها حيث كان هناك السيبري وزرعناها الشجرة هذا الشجرة هذا العمد ثلث هذا العمد ثلث هذا الشجر لا يوجد المشكلة لأن نطيح الورقة هذه طلقة النوارة وعندها بقى محافظة على الوراق القدام وفي نفس الوقت طلقة البراعيم الصغر ولكن البروغرام يفور لا نقص لاتها ولا نحبسوا على الماكلة كل شيء على نفا يجب أن تأكلها ويجب أن تخليها من أشهرين ويجب أن يكون مهم هذا المثال كل شيء يحدث في الماكلة في الخدمة الشجر الذي يكون صغير من عام 5 سنوات لا يطرح هذه المشاكيل أبدا هذا الشجر الذي يطرح هذه المشاكيل هذه فكرة التي أخذناها عن تجريبها ويجب أن تتمحنا لها فكرة معروفة ولكن نحن أخذناها عن تجريبها قديمة تجريبها هكذا السرطة ويجب أن تجريبها أخذك على التقريم كما تجريبها التي أفكرتها يدعون المشاكين من اضوال المشاكين من أجدها أمني عام 5 سنوات لاتعلم هنا سأخذ بشاكين كان هناك شجرة كبيرة و لم يكن أعطيه و من أن تنورك الطيح كاملا ندخل إلى الوسط و سوف نرى كيف تشاهدها من البرة مظهرة و محافظة على الوراق و كذلك تطلق الفوس هذا هو الشباب هذه شجرة كبيرة ندخل الوسط ندخل الوسط و ترى الضرب القديم نضربناها من الكل و من فوق نضربناها دقة واحدة و كل عام نضربه و سنضربه عرش و معرش و ترى اللون الخضر ناصح و لا ترى اللون الخضر و لاك حال إذا كان هذا العرش يكون و نحن لدينا كل منذل و يجب أن يكون لدينا عام عامين نحن لدينا الشجرة أسرع 15 رحيم وحده كارية سوف أسرع وحدها كبير أوراق شداد مبينة مبينة يجب أن يشعر بعض المخلصة ووحدة وصفة تبعى تحضير المجلس السياسة تحضير الابتكاف من شعورة تحضير المجلس الاحيار اشياء التحضير تحضير المجلس بالتحضير يجب أن يشرف صافي لكن الاطاق مهم نضربنا هذا العود ونضربناه ونضربناه جديد هذا هو الشاربان سيكون العوام الخرى التي سنجعله ستعطي هذا العمان يجب أن نضرب هذا الشارب ونضربنا هذا الشارب ترجمة نانسي قنقر